يا صباح الفل يا صباح الفل يا صباح الفل نرجع بقى لي جو القهوة الطبيعي بتاعنا نرجع بقى للسبرتاء النحاس والكانكا النحاس والفنجان النحاس موضوعه بقى السبرتاء الازاز والكلام الازاز ده ده مكانه حضراتكم مش هنا ما كانوا في النيش هناك هنا بقى نرجع لي لجو القهوة الطبيعي. اول ما حد يسألك ويقول لك عملت اي او اخبارك اي خاصة لو سألك في وقت انت حسس فيك الملل وعايز تقطع الوقت باي طريقة. فغالبا اول كلمة بتطعن من لسانك هي كلمة عادي. عادي يعني نزلت اقعبت على القهوة مع شوية صحابا. اه لعبنا شوية ضمنة شربت شاي طلعت البيت عادي يعني مفيش جديد. او مسلا ممكن تقول له والله يعني روحت النادي اه لعبت في الجيم شوية اخدت شوية اتمشيت شوية في التراك وبعدين روحت او ممكن تقول له والله انا نزلت اتمشيت في الشارع خدت سندوتشين فل وفلافل من على المطعم اللي على النصية وبعدين اتمشيت شوية رجعت اكملت فيلم قدام التلفزيون وبعدين سهلت شوية ونمت عادي يعني مفيش جديد وهكذا. هو ده المقصود بالعادي بتاع حضرتك ان انت تتحرك وتاكل وتشرب بنفسك تطلع السلم تنزل تركب عربيتك تروح النادي تتمشى تمشي على التراك شوية تعود على القهوة اه تتمشى في موت تتعشى في مطعم كل ده انت بتعمله عادي وشايفه عادي وغالبا انت بتعمل كده كجزء من قطع الوقت وقطع الملل كمان في الوقت اللي العادي جدا بتاعك ده ملايين من البشر حوالين العالم كله بالنسبة لهم ان ده عمره ما يكون عادي العادي بتاع حضرتك اللي انت بتكسر به الملل ده هو ابصى حلم الناس شايفين العادي بتاعك ده بالنسبة لهم شيء مستحيل ملايين من البشر بينحصر حلم حياتهم انهم مش يتمشوا للقهوة ولا للمطعم ده حلم حياتهم ان هما يتحركوا بس جوا قضوتهم ملايين من البشر بينحصر حلم حياتهم انه هما يكلوا من غير ما حد يساعدهم انه هما يشربوا من غير ما حد يدهم كوباية المياه انهم يروحوا الحمام من غير ما حد يبصرهم او يدخل حتى الحمام معاهم فيه فيلم اسمه السقف ظروف الفيلم ده مدته عشر دقايق بس بدأ الفيلم بان الكاميرا متثبتة على السقف بتاع القوضة الكادر فيه سقف القوضة بس دقيقة عدت والمنظر زي ما هو الكادر مثبت على سقف القوضة والكاميرا مش بتتحرك عدد اتين تلاتة اربعة والكاميرا متتحركش مازال نفس المنظر هو هو سقف القوضة بس هو الموجود في الكادر اربع دقايق خمسة ستة سبع دقايق تمن دقايق عدوا من الفيلم اللي هو عشر دقايق ومازال نفس الكادر هو نفس الصورة ان الكاميرا متثبتة فقط على سقف القوضة الناس في السينما زهقوا قالوا ايه المالب ده فيلم عشر دقايق اول تمام دقايق منه صورة واحدة متثبتة على سقف القوضة يلا بينا وبالفعل بدأوا الناس يطلعوا من السينما وفي اللحظة اللي هم بدأوا يمشوا فيها ويطلعوا برا السينما اتحركت الكاميرا نزلت من على السقف عشان تروح على طفل صغير نايم على ظهره على السرير نتيجة لإصابته بمرض في النقاع الشوكي اقعده تماما عن الحركة خلى الوضع الوحيد اللي هو فيه انه هو ينام على ظهره بس لا يعرف يتحرك مين ولا يعرف يتحرك شمال نايم على ظهره طول الوقت وطول العمر والمنظر الوحيد اللي عينه بتشوفه هو منظر سقف وبس لينتهي الفيلم بكتاب التعليق على الشاشة مكتوب عليه لقد اصابكم الملل من مشاهدة الثقف لمدة 8 دقائق بينما يقضي هذا الطفل عمره بأكمله لا يشاهد إلا هذا الثقف الحقيقة كذا حاجة الواحد يطلع بيهم در قصة دي اول حاجة ان انت تشكر ربنا على كل شي على ما اصابك ولم يكن ابدا ليخطئك بنفس درجة شكره على ما اخطأك ولم يكن ابدا ليصيبك انك تشكر ربنا في الصراء والضراء انك تتقبل ابتلاء ربنا بنفس تقبله لنعمته عليه وعمرك ما هتحس بالنعمة اللي ربنا انعم بها عليك إلا لما تشوف حد تاني ربنا حرم من نعم تاني أكتر منك قل له محروم أكتر منك هتلاقي هناك ناس محرومة أكتر منه هو كمان وهكذا في حكيم جمع قدامه مرضى من كل شكل ولون كل واحد عنده مشكلة مرضية معينة مدايقة ومنغص علي حياته ومخليا شايف الدنيا من منظور الهم والغم جاب لهم صندوق فاضل وحطوا قدامهم وقال لهم كل واحد فيكم يكتب اسم المرض اللي هو عنده على ورقة ويحط الورقة في الصندوق ده وتعالوا لي بكرة تاني يوم راحوا له مسك السندوق وهزه وقعد يقلب فيه كده ويلخبط الأوراق في بعضها وقال لهم يعلى تعالوا كل واحد فيكم ياخد ورقة والمرض اللي حيلاقيه مكتوب في الورقة ديت حيكون من نصيبه هو اللي حصل إي بقى إن كلهم لما أخدوا الأوراق كل واحد بص فيها لقى مرض تاني غير المرض بتاعه الأولاني قالوا لا يا عم إحنا عايزين من المرض بتاعنا إحنا اللي إحنا تعودنا عليه خلاص وعرفنا إزاي نتعامل معاه ونتعايش معاه إزاي وكتر منهم لما شاب بعض الأمراض التانية في ورقة اللي هو أخدها عرفوا قد إيه كان ربنا رحيم بيهم بالمرض اللي هو ابتلاهم به هو ده الإيمان بالقدر خيره وشره لإن كل مرض بيسبنا ربنا أصلا كاتبه علينا في اللوح المحفوظ من قبل أساسا ربنا ما يخلقنا ثم يصيبنا الله به في وقت من حياتنا كما يراه الله ويقدره هو في الوقت اللي ربنا عايزه ربنا قال في كتاب العزيز ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير كلنا يا جماعة مبتلون بصورة أو بأخرى كلنا مبتلون بدرجات أو بأخرى كلنا مبتلون بمرض أو بآخر والفائز فقط هو من يصبر على ابتلاء ألم به فالصبر على البلاء لا جزاء له إلا الجنة أشوفوا ما إن شاء الله فيه في الاسبوع